حقيقة فعلا المدرب السويسري مارسل كولر يمكن بيقدم أداء تكتيكي مع النادي الأهلي بشكل رائع جدا مش في المباراة الأخيرة بس مبارح أمام أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا ولكن النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة تشعر كده أن في مرونة تكتيكية من الجهاز الفني بيتعامل مع الفريق كوحدة وحدة مش مجموعة 11 لعبين أساسيين دايما بيكونوا في التشكيلة الأساسية بيقدر يتعامل مع كل مباراة لا إطلاقا يمكن قهربة مثلا قضي يمكن أعرب مثال جايب فترة طويلة جدا ومن ساعة ما كولر تولى المسؤولية ما كانش معاه ويس فجأة بدأ بي في التشكيلة الأساسية في مباراة سموحة في نصف نهاية كأس مصر لعب بيه مباراة القمة أمام الزمالك وأبدع وتقلق وشارك كمان مبارح في الجزء الأخير في مباراة أوكلاند سيتي والكعب لا هي اللقطة كلها والجون كله من أول ويمكن دي أجمل لقطات المباراة ودي كورة اللي احنا بقالنا سنين بنتكلم فيها الألقاب أبدا ما تغبتش عن قلعة النادي الأهلي ولا عن دولاب بطولات النادي الأهلي ودايما الأهلي عودنا على منصات تتويجي لكن مبارح الحقيقة الكورة اللي تلعبت واليمكن اللي انت بتقوله يا محمد تحديدا هو اختصار ده اللقطة ولو رجعنا كده بشريط المباراة وشفنا الجون ده قبله بضيقتين أو ب120 ثانية وشفنا التحركات اللي بدون كورة مهارات التسليم والتسلم الوان تو الوان تري الديناميكية اللي ماشي بيها الفريق جون عالمي أحرازه فلسيتاو لكن نشارك في صناعته تقريبا ال11 أو العشر لعيبة في الملعب باستثناء محمد الشناوي